عندك أرقام بالنسبة لنقاط القوة البيتا كلاب خلال دور المجموعة إحنا الغد دلوقتي في دور المجموعة الهما المرشين اللي فاتوا هدف الفرقة وبيد مايامبا اللي هو جاب الهدفين اللي هو المهاجم اللي تم اكتشافه في المباراة الأخيرة اللي هو احتمال كبير قوي يبدأ قدامنا وبيد مايامبا جاب هدفين صناعة الأهداف ريكي تولينج اللي هو الجناح الأيصر عامل أسست وقومة سولو وحارس المرمى عامل أسست عنده أسست حارس المرمى عامل السست في الهدف الرابع في مباراة المريخيات لعبة كده والدفاع سابعة يعني خطأ دفاعي الأكثر معدلات في التمريرات الحاسمة يعقوبه اللي هو أنا بقول له حالك احتمال يبدأ كبير اللي هو رقم ستة اللي هو يدخل كارتكاس تالت ده اللي انت بتقول احتمال كبير جدا يخش فسط الملعب يعني عامل تلات تمريرات حاسمة كليندا الجناح اليمين عامل اتنين تولينجي الجناح الأيصر عامل واحد ونص طب مين الأكثر معدل محاولات بالتأكيد ما ينبى واحد ولليبو اللي هو الجناح اللي دايما بيبقى بديل واحتمال كبير برضو يبدأ قدامنا وده هنتكلم فيها دلوقتي انه هو برضو عامل محاولتين على المرمى بعد كده نيجي مين أكتر واحد بيعمل تمريرات صحيحة بص حدق الدية اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي فعمالية البلدة قبل اللي هو رقم مساسي والاتنين الظاهرين البكات أكتر ناس بتعرف تحضر بالهجمة مين اللي هو سيتا اللي هو الباكليفت وشاباني الباكرايت ومساسي اللي هو الايه اللي هو الديفندر الديفندر نيجي بعد كده ليه قدامنا على الشاشة اللي هو الأكثر تمريرات طولية برضو نفس الكلام مين الأكثر تمريرات طولية صحيحة مساسي عامل تلاتة ونص وشاباني اللي هو الباكرايت عامل تلاتة ونص الأكثر مراوغات نجحة في الفريق الباكيني مين حريف قوي حريف قوي اللي هو شباني عمل سبع مراوغات نجحة في المطش الواحد طب ده كمان مؤشر مؤشر كمان إحنا لو تتكلم على الباك اليمين إنت بتتكلم على الطرف الشمال الوينج الشمال للنادي الأهلي لازم يكون فيه دور دفاعي اللي هو غالبا جونيور أجاي لازم يكون فيه وجبات دفاعية بالزبط نيجي للأكثر تاكلينج صحيح طبعا عثماني وطارة ده اللي كان بلعب في اسموح اللي هو المساك عمل ستة تاكلينج صحيح ومساسي دور مهم هو يعتبر أهم العيب في الفرقة اللي هو مساسي عمل أربعة تاكلينج صحيح الأكثر تدخلات دفاعية عثماني وطارة عمل اتناشر وفيفيان أكواس اللي هو الاتنين المساكين يعني عملين اتناشر واحداشر طيب من الأرقام دي لغاية دلوقتي برضو نقف شوية ونبدأ من لغة الأرقام نحلل بعض اللقات على مستوى زي ما نتكلمنا على مستوى البلدنج أب إنك بتعتمد بشكل كبير جدا على التمرير الطولي واحد بينزل يسقط دفندر والبكين ده يتطلب من نادي الأهلي يعمل إيه ده يتطلب أن أنت لازم 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 تضغط على اللعيب رقم 14 اللي هو مساسي لازم اللي هو رقم 14 اللي هو اللي بينزل يسقط ما بين يعني أنا المهاجم عندي هتديله تعليمات إنه هو يضغط على الاتنين السردبكين ليه؟ لأن الاتنين كرتهم مش حلوة فواحد لو ضغط عليهم هيبقى كويس ليه؟ هو كده هو أول ما هيضغط هلية حيلعب هيلعب على طوله ده برضو هنجيبه بالحالات هتلاقي بيتطفشها بيضغط عليه ضغط لكن المهم اللي يتمسك رقم 14 اللي هو بينزل يسقط ما بين الاتنين إيه؟ المساكين ده المهم جدا ده دور محمد مجدي أفشل هو دور صنع الألعاب في الفريق من وجهة نظري لازم مع عمر السلية لو فلت منه لازم عمر السلية يغطي وراه ليه؟ لازم اللعيب رقم 8 أو اللعيب رقم 10 عندنا أيا كان من الأسماء لازم يتم الضغط على اللعيب اللي هو مساسي هو يعتبر الكيب بلاير أو بداية الهجمة بداية الهجمة من عنده فأنت لو عايز أنه هو يخرج برا إطاره أو يغير سيستم لعبه هتقفل الحتة دي 70% من قوة فيتا كلوب المساسي اللي هو رقم 14 اللي بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين فأنت لو عملت ضغط عليه منعت ابناء الهجمة عنده الجزء الثاني والمهم جدا أنك بتتكلم على ظاهرين عندهم إمكانيات بدنية كويسة وإمكانيات فنية كويسة وخاصة الباكليمين عندهم عدد كتير من المراوغات من المراوغات ومن التمريرات وبالتالي بيكون كمان دلوقتي دور جونيور أجاية مهم جدا في المباردين الجناح الأيصر أي الجناح الأيصر في النادي الأهلي هيبقى دوره مهم جدا في الضغط يعني أنا شايف أن الجناح الأيصر هيضغط على الباكرايت الجناح الايمن هيضغط على الباكليفت عندهم وتسيب الاثنين المساكين حتى لو حضروا هما كوريتهم ضعيفة يعني حتى ايا كان المهاجم اللي عندنا هيلعب سواء محمد شريف سواء أولتر بواليا لو ضغط عليهم هيعمل لهم مشاكل يعني واحد بس ليه لان الاثنين هيطفشها لكن لازم رقم 14 تتم مراكبته اللي هو بينزل يسقط والاثنين الظاهرين لازم يكون فيهم عليهم ضغط يبقى انت ضغط بثلاث لعيبة بشكل صريح يعني ثلاث لعيبة وفي نفس الوقت يسايب الكورة مع الاثنين المساكين مثلا هتحدل حداك مثال كان مثلا مباراة الزمالك والرجاء في نص النهائي كان باتشيكو عمل ايه على بدر بنون خلى مصطفى محمد يروح لبدر بنون يضغط عليه عشان هو اللي كورته حلوة وسابل ايه وسابل المساك اللي جنبه هو اللي يبني خلاص كورته مش حلوة كذلك برضو ده الفكر يعني ان انت مثلا لما تروح تضغط على تشوف مين اللي كورته حلوة عندهم او الاساس الارقام بتقوله ان هو اكتر واحد بيعمل تمريرات اكتر واحد دور مهم في عملية البلداب فلازم تضغط عليه مع الادوار الجانية يعني الادوار المهمة كمان بعد عملية الضغط عملية الكابرينج لازم تكون كويسة قوي حتى في وقت من الاوقات لو على سبيل المثال يبقى مثلا الوينج رايد بتاعنا ما راحش للباكل الشمال فهي ممكن يكون في زيادة عددية وده دور كمان الاثنين الارتكاز لازم واحد يميل ناحية اللي ناحية كورة والتاني يغطي عمك الملح للزبط كلها ادوار متشابهة طيب على مستوى على خط النص على مستوى الاتنين لو لعب باتنين ديفندر على مستوى الاتنين ديفندر قلتلي كوروتهم مش كويسة ما فيش بس غير الراجل اللي بيستلم اللي هو بيبني الهجمة لكن على مستوى على المستوى الدفاعي قليني كلمة على مستوى الدفاعي عندهم شراسة في الأداء عندهم كوة طبعا فيه وانجو اللي هو اللي بيلعب جنبه واللعيب رقم 6 برضو التلاتة سعيد يعقوبه والتلاتة عندهم كوة هي فيتام مزيتها في الكوة البدنية العالية السرعات السرعات التحول سرعات التحول من الدفاع للهجوم عندهم سرعات كويسة جدا مزيتهم من زي ما قلت الحق البلد أب بتاعهم والتمريرات الطلية عندهم كوة فأنا أنا شايف برضو إحنا لازم يبقى عندنا كوة في وسطة الملعب لازم يبقى عندك كوة كبيرة جدا لازم يبقى عندك ضغط لازم تبدأ أنت بتلعب كنادي أهلي على ملعبك لازم يكون فيه ضغط عالي طب خلينا نتكلم باللوجك كده دكتور من خلال الغاية دلوقتي يعني عشان نتابع مع السادة المشاهدين من اللي قلته أن وارد جدا يلعب بتلاتة في نص الملعب وارد جدا أنه هو يعتمد بشكل كبير هو عارف نادي الأهلي أكيد هينزل يهاجم يعتمد على الكاونتر أتاك وخاصة أنت بطول عندهم سرعات فده يتطلب إيه من نادي الأهلي إحنا عايزين إن شاء الله يكون فيه ضغط عالي وعايزين يكون إن شاء الله الشوت الأولاني على الأهلي نجيب هدف لكن كمان السلاح المضاد الكاونتر أتاك ده شايفه إزاي ونقافه إزاي ده مهم جدا ده سؤال مهم جدا أنه إزاي هتوقف سلاح الهجمة المرتدة والسرعات الموجودة لازم يكون فيه واحد بيعمل عملية السكرينج من وراء عملية المعينة للفرق أن أنا اللعيب اللي ارتكاز الدفاع ويكون قوي بدنيا إزاي واحد زي آليو ديانج آليو ديانج دوره أعتقد أنه أو آليو ديانج أو حمدي فاتحي دور عملية السكرينج بس آليو ديانج قوي بدنيا مع لعيبة فيتا كلوب هيعملك عملية السكرينج والمعينة ويغطي الأطراف إزاي أنت عندك أيمن أشرف أو محمود وحيد لو تقدم ومحمد هاني لو تقدم من الجبل يمين أعتقد أنه لازم واحد يعمل عملية المعينة والسكرينج من وراء مهم جدا أنه لازم يغطي الأطراف خاصة أنت بتقول عندهم سرعات على الأطراف هم خطرتهم في الأطراف على الأجناب فأنت لما هم هيفكروا يضربوك هيدربوكم الأطراف وبالتالي أنت لازم يكون عندك لعيب مهم بيعمل عملية السكرينج والتغطية من خلال الأطراف من خلال آليو ديانج تحديدا دوره هيبقى مهم جدا طيب ده على مستوى الكونتر أتاك برضو طبيعي في طريقة 4, 2, 3, 1 بيبقى المميزات اللجومية مكتفة على السلاسي اللي تحت رأس الحرب رأيك فيهم إيه قبل ما نيجي طبعا لدور رأس الحرب التلاتة اللي تحت رأس الحرب يعني هم عندهم سرعات عندهم ليبولو اللي هو رقم 20 ده أنا برشح نحن هو ممكن يبدأ احتمال كبير يعني هو مثلا التشكيل بتاعه كان بيبدأ بملوكه أعتقد أن ملوكه ممكن ما يبدأش لو رقم 21 ويبدأ بليبولو ليه؟ عشان ده أسرع وهو دايما في المتشاط طب ياريت برضا